تحياتي لك اللي عم بتابعونا عبر موقع فوشيا وحبين يعرفوا أخبارنا الفلكية وتوقعاتنا ابتداء من 5 ديسمبر 2022 ولغاية 13 ديسمبر 2022 وبداية مع مولود برج الحمل عزيزي مولود ده برج الحمل التراجع عن الخطأ خطوة مهمة بالنسبة إلك لإنقاذ ما يمكن إنقاذه على الصعيد المالي تحديدا بالإضافة لمتابعة طبية بانتظارك عاطفياً ابتداء تتمل من تكرار نفس الحديث مع الشريك بدون ما تحقق أي تقدم بالنتيجة العاطفية ما بينك وبينه وكأنه الهدف منها هو ترك الباب شبه مفتوح بيناتكن مولود برج التراجع تبدو أكتر انفتاحاً على شراكة مهنية كنت عم ترفضها بالسابق ويبدو العرض المتاح قدامك حالياً إيجابي جداً ولكن ما تستعجل على تحقيق النتائج المالية المطلوبة فيها عاطفياً رح تستفيد من محاولات الشريك لتعزيز العلاقة بيناتكن ولو أن الحلول المطروحة قدامك ما زالت هي ذاتها وما تغيرت أبداً ولكن هيد الخطوة تعتبر مهمة لكبرياءك العاطفة مش أكتر مولود برج الجوزاء ما رح يستمر الوضع المهني عندك بهيدا الشكل لفترة طويلة فالفلك عم بتحدث عن فرصة مهنية جديدة لاستعارة الواقعية بأعمالك ومشاريعك مع محيط عملك الحالي أو مع الخارج عاطفياً عم بتأسس لبناء قواصم مشتركة مع الشريك لمنع تكرار الأزمات السابقة اللي واجهتك معه طويل الفترة الماضية وتبدو جاهز لفتح الحوار معه لترتيب الأمر مولود برج السرطان عم تشعر بالخنقة من هيد الأجواء الصعبية اللي عم بتعيشها بداخل محيط عملك الحالي فما في داعي لأفتعال أي أزمة بغير مكانها وخصوصاً أنه الموقع البديل مازال غير متاح قدامك عاطفياً عبتنقصك الحكمة بقراءة مناورة الشريك بعملية التواصل معك والانفعال بهيد الحالي ما رح يحل المشكلة بيناتكون فانت به مولود الأسد رغبتك بالابتعاد عن محيط عملك الحالي تبدو واضحة ولكن التوقيت لا يبدو مناسب أبداً لحسم الأمور باتجاه هيد النتيجة فصبور وأهدى وعد للعشرة قبل ما تفكر بالأمر عاطفياً وضعك العاطفي بحاجة لمسيحة خاصة بهدف استعادة التوازن الحقيقي بالمشاعر ما بينك وبين الشريك وتبدو الأجواء بيناتكون في أمل منها طالما قلبك مزال معلق فيه مولود برج العزراء تبدو ملامحك حزيني أيها العزراء بسبب الأجواء السلبية اللي عم بتواجهك في العمل ومع ذلك ما رح ترضى ببقاء الوضع على حاله مهما كلفك الأمر عاطفياً ابتعد عن الاستنتاجات الخاطئة مع الشريك بسبب بعض المعطيات الغير صحيحة عن طبيعة شخصيته معك بعملية التقارب والتباعد بالمشاعر مولود برج الميزان رح يزداد نشاطك المهني بالفترة الجاي ورح تفاجئ كل اللي حواليك بأدرات كانت غير واضحة من قبل والوقت يعتبر مناسب للاستفادة منها مادياً ومعنوياً بدون تأخير عاطفياً التنزولات العشوائية عم بتضرب علاقتك مع الشريك وبدون ما تكون عامل حسابك لهيداً الأمر وخصوصاً أنه علاقتك معه أصبحت بحاجة لإثبات الجدية بالمشاعر بينتكن مولود برج العقرب ما زلت بانتظار الأجوبة المهمة المرتبطة بمصير وضعك المهني مع نفس المحيط اللي عم بتشتغل معه بالوقت الحالي وما رح تسمح للفوضى المقصودة ضدك أن تكون العنوان العاملة يومياتك بالعمل أبداً عاطفياً يبدو أنك على بعد خطوة وحدة من اتخاذ قرار حاسم رح يغير حياتك العاطفية فما تتسرع بالدخول بمغامر جديد مهما كانت المغريات المرتبطة فيها مولود القوس تبدو مرتاح للنتيج يلي تلقيتها بالفترة الأخيرة وبناء عليا رح تقدم أفضل ما عندك لإقناع بعض الأشخاص ببعض الأعمال السريعة بمردودها المالي عاطفياً علاقتك العاطفية ابتدت تكون بالاتجاه الصحيح ورح تتلقى الخبر المنتظر من شخص عم بحرك رغبتك العاطفية بالتواصل معه وخصوصاً عند الراغبين بالدخول بعلاقة جديدة مولود برج قدل جديد فلك عم تحدث عن خطط مهنية جديدة عم تسعى لتنفيذها مع محيط مقرب منك ورح تكسر من خلالها التراجع المالي والمهنة يلي عشته بالسابق عاطفياً لابد من الاعتماد على المواقف المتوازنة بإدارة أجواء الجفا يلي عم يتحكم بظروف علاقتك العاطفية مع الشريك وخصوصاً أنك عم ترسم على تطوير العلاقة معه مولود برج قدل وعم تواجهك مواقف غير اعتيادية على الصعيد المهني وكأنك عم بتعيش التطورات ساعة بساعة ومن المحتمل هيد الأجواء ما تخليك بحال نفسية مريحة أبداً فانتبه على صحتك عاطفياً عم تغلب العاطف على العقل أيها الدلو رح تكون الخاسر الأكبر بالعلاقة فيما لو بقيت الأمور عندك رايحة بهيد التفكير مع الشريك وآخر أبراج معنا مولود الحوت عزيز الحوت تبدو بحاجة لإعادة النظر بكل شيء إلو علاقة بالواقع المهن المرتبط فيك وتبدو قادر على تحقيق بعض الأرباح المالية وخصوصاً أنه الأجواء ابتدت تتحرك لصالحك حالياً عاطفياً الواضح عليك أنك بعالم عاطفي آخر والوقت أصبح مناسب للعودة لكوكب الأرض وتبتعد عن خيالك الواسع يلي عم بيخليك تعيش بواقع غير موجود بالحقيقة أبداً هذه كانت أخبارنا وتوقعاتنا الفلكية ابتداء من 5 ديسمبر 2022 لغاية 13 ديسمبر 2022 ولكن على بالهم نتواصلوا معي ويعرفوا أكتر شو مخب بالهم الحز الفلك الأسماء الأرقام الخريطة الفلكية تبعيتهم وكمان هل تتناسب خرطتنا الفلكية مع الاسم يلي نحنا منحمله كل هيد الأسئلة أجوبتها عندي إذا حبين تعرفوا أكتر فيكن تتصلوا فينا على 0961-777-886 والرقم الثاني اللي هو 0961-777-887 أنا جمعاً أوهي بودعكم وقالكم نتضلكم بألف خير وبي باي ترجمة نانسي قنقر